هذه الهجمات التي هي سلسلة مستمرة من الهجمات منذ بداية الأزمة السورية اليوم بدأت تأخذ منحا آخر من ناحية نقاط الاستهداف حقيقة في البداية كان التركيز على المطارات التي تعتبر نقاط إمداد للمقاومة ونقاط إمداد بالسلاح اليوم بعد إيقاف مطاري دمشق وحلب والأحداث الجارية في فلسطين رأينا في الأسبوع الماضي استهدافا لتموضع القوات في درعة التي هي خط الجبهة المتقدم بمواجهة هذا الكيان وبالأمس قصف في الريف الشمالي لدمشق حيث هناك مستودعات أسلحة إذن إسرائيل تريد من هذا الأمر ومن هذه الغارات تحجيم قدرة الردع على الجبهة السورية وعلى جبهة إسرائيل مع سوريا كونها تعتبر أن الجبهة الكبرى التي إذا من فتحت عليها في الحرب الإقليمية ستكون من سوريا فهي تدرك أبعاد الجبهة اللبنانية وتدرك أبعاد الجبهة الفلسطينية ولكن الجبهة السورية إذا من فتحت عليها فهي ستكون مختلفة كون هذه الجبهة أولا هي الجبهة التي توجد بها القوة الكبرى عسكريا في مواجهتها ثانيا سوريا دولة ودخولها كدولة يقلب موازين التدخل في هذه الحرب إذن الكيان اليوم يتخبط ضمن حرب طاحنة في غزة ويتخبط ضمن معركة كبيرة فيها إشغالات أيضا على الحدود اللبنانية التي لم ترتقي إلى مستوى معركة هي إشغالات والكيان يحسب حسابات لإمكانية توسع المعركة اليوم بدأ الحديث عن هدنة هناك لمدة أربعة أيام ربما تغير المعايير ولكن الغاية الإسرائيلية دائما من الاستهدافات للأراضي السورية بزريعة الوجود الإيراني هي في هدفها المخفي تحجيم قوة الردع لدى الجيش السوري في مواجهة إسرائيل وخفض حدة الجبهة السورية في حال اندلعت المواجهة وأكدنا سابقا وأكدنا مرارا وتكرارا أن ما أعد لإسرائيل فهو لإسرائيل ولم يستنزف طيلة الحرب السورية ولكن إسرائيل تريد من هذه الأمور أن إثبات موجوديتها إثبات أنها قوية برغم ما يحدث لها وهذا أمر طبيعي نعم سيد مصطفى أنت تتحدث عن جبهة محتملة من الحدود السورية ولكن إلى الآن رغم تكرار الاستهدافات من قبل إسرائيل لا تزال الحكومة السورية تحتفظ بحق الرد برأيك ما الأسباب التي تدفع الحكومة السورية إلى الآن بالاحتفاظ فقط بحق الرد يعني لم نشهد رد صريح من قبل الحكومة السورية على كل هذه الانتهاكات أعتقد أن الصواريخ التي يستخدمها مقاتلوها القسام وتستخدمها المقاومة اللبنانية ومنشأها وصناعتها وخط إمدادها وإيصالها يجيب عن هذا السؤال أفضل مني اليوم سوريا دولة وليست حركة مقاومة أو حزب أو فصيل ضمن دولة دخول الدول في الحروب له معايير وله أولويات ثانيا اليوم الدخول في حرب معلنة مع الكيان الصهيوني بصفة دولة ضد كيان يدعي أنه دولة فهي لها أبعاد أخرى لدينا حلف متكامل في محور المقاومة فيه حركات مقاومة نشطة وفصائل تقوم بهذه المهمة وتقوم بمهمة الرد اليوم عندما يتحرك حليفي بالتنسيق معي وبإمداد مني فأنا أرد ليس الرد المباشر بأن يقف الجيش العربي السوري ويقول أنا استهدفت وأنا استهدفت هذا الأمر واضع وهذا الأمر مقروء هذه الاستراتيجية ربما يتصيد البعض في الماء العكر وينتقد في الإعلام أن سوريا لا ترد وأن سوريا لا تواجه أولا سوريا دخولها في الحرب لديه معايير مرتبطة بالقانون الدولي ثانيا وضع الميدان والأرض في سوريا للأسف استنتجنا من هذه الأزمة أن هذه البلد فيها كم من الخوانة والمأجورين مستعدون للتضحية بوطنهم بالأمس هاريتس تصريح في هاريتس وليس نقلا عن لساني أن مقاتلين مما يسمى المعارضة السورية موجودون مع الكيان الصهيوني في غزة لخبرتهم في حرب الانفاق وحرب المدن هذا في هاريتس التي هي الصحيفة الأولى في إسرائيل فإذن الأرض المشتعلة في سوريا وتعدد الجبهات وخصوصا أنها جبهات حرب شوارع تستنزف هيكلا بشريا كبيرا من الجسم العسكري السوري كيف سيسمح للدخول المباشر؟ إذن الدخول المباشر حينما يتقرر من قبل الدولة السورية ومن قبل القيادة السورية والجيش السوري فأن له أبعاد وتوازنات متعددة وقلنا أن هذا الدخول لن يكون إلا إذا كان دخولا إقليميا كاملا وهذا الأمر واضح اليوم كمحور الاكتفاء بجبهة فلسطين والاكتفاء بجبهة المقاومة في لبنان هما كافيان بعض التدخلات النوعية من أبطال اليمن الذين قاموا بعمليات صغيرة من حيث العدد ولكنها نوعية وهمة جدا وتقلب موازين الصراع إذن هذا الحلف وهذا المحور الذي جابها كل هذه المؤامرة الكبيرة التي هدفت إلى تفتيته وهدفت إلى أضعافه وضعضعت أركانه ولم ينجحوا بها هو حلف قراره مشترك واليوم سوريا ليست وحيدة وليست منفردة ولكنها هي العمود الفقري لهذا المحور وبالتالي تدخلها له أبعاد معينة وسوريا ترد بحلفائها من المقاومين ترد بصواريخها سيد مصطفى في حال صعدت إسرائيل من هجماتها على الأراضي السورية برأيك هل ستبقى خيارات دمشق محدودة فقط بإمداد جماعة حزب الله أو إمداد حركة حماس كما تفضلت قبل قليل بالأسلحة هل من خيارات جديدة لدمشق تتخذها في حال صعدت إسرائيل من هجماتها على الأراضي السورية قطعا لن تكتب في دمشق إمداد للمقاومة وستدخل مباشرة طالما هناك في العلم العسكري والتوازنات المقروعة محددات للاستهداف ومحددات لتبادل الاستهدافات بين الدول لكن حينما تتجاوز أي دولة هذه المحددات فإن الدولة الأخرى ستتجه إلى الخيار التصعيدي الآخر والجولان في عين سوريا وفي عين جيشها وفي عين قيادتها نحن لم ننسى الجولان يوما وجبهة الجولان هي الجبهة الرئيسية وموقف سوريا من هذا الكيان هو السبب الذي دفعت بسببه هذه الفاتورة وأتوا إليها من كل أسقاع الأرض بهؤلاء المرتزقة وبالتالي خيار التصعيد وفتح الجبهة هو أقرب من ذي قبل وهو قريب جدا وهو الخيار الأول المطروح في حال تجاوز المحددات التي تتفق عليها دمشق وفق رفقة حلفائها ولا تستبعد في حال أي التصعيد أن يكون دخول دمشق مباشرا ومغايرا ومختلفا هذه المرة لأن فتح هذه الجبهة سيكون لمرة واحدة ولمرة نهائية تعطي كل ذي حق حقه وتسترد الحقوق دمشق تدرك تماما وتعرف تماما أن الحق ينتزع ولا يعطى مهادنة خاصة مع مجرم مثل هذا الكيان قائم على الدم وقائم على الإجرام ولنا في تجربة المطبعين العرب أكبر عبرة وأكبر خلاصة أن التطبيع وأن هذه الحركات الخنوع والمهادنة لن تقدم شيئا وتثبت إمكانياتها ولها قرارها الحاسم بفتح هذه الجبهة وتحقيق الغاية المنشودة من فتحها ألا وهي بتحرير الجولان والوصول إلى تحرير شامل وكامل للأراضي السورية نحمد الله أن المقاومة اليوم ثابتة بعد كل هذا العدوان الهمجي والبربري ولكن أيضا لجبهات الدول حساباتها وهي قريبة وأؤكد لك هي قريبة وعلى مسؤوليتي الشخصية ستكون في حال صعدت إسرائيل ولم تكتفي سنكون أمام مواجهة إقليمية كبرى سترى فيها إسرائيل وداعمتها أمريكا والغرب ما لم تراه وما لم تتوقعه من هذا الحلف ومن سوريا ومن جيش سوريا نعم كنت معي من العاصمة السورية دمشق السيد مصطفى رسطوم محلل سياسي شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة